بدي أسألك كوننا بلشنا بهذا الملف قبل ما أرجع روح للتطورات الميدانية إن كان بلبنان عسكرياً عم بحكي بالجنوب التهديدات الإسرائيلية اللي مبارح سيانان بتسرب إنه نحن قد نكون أمام اشتياح للبنان من بين الربيع والصيف وهيدي معلومات مش قليلة يعني هذا كله الملف بدي ناقشو معك وأكيد مشهد فلسطين وغزة بالإضافة للاجتماعات اللي عم بتصير وما بعد وقف إطلاق النار بغزة بس قبل بملف رئيسة الجمهورية في هالسفرة اليوم كانوا مجتمعين سفرة الخماسية كانوا مجتمعين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال أنا بدي أسمي لك بدناك لأنه هايدي عار وعاب وقلت شو بدي أحكي بحق كل لبناني عم يقدر يشوف هالي الخماسية هي مش خماسية هي سوداسية مستطرة مين السادس؟ الإيراني ما ما قبلوا يفوتون؟ لا عم يفاوضوا ولو ما عم يقعد معه للسعادة السفير البخاري صح كان في لقاء صنائي بين السفيرين السفيرين والإضافة رفي تفاوض هتلاق ليش هبنا نخبه لا نحط راسنا بالأرض مثل نعم خلينا نحكي بعد فيه شرف عند لبناني عند شرف هي شغلتان عند اللبناني أنا بحس عارة لي وهيدي سبب وحيد لتعمل أنك ليه بعسكري أنه يشوف قال فيه ست سفرة في واحد عنده سكرتير هذا كمان صار بيسمي سعب يكون هون سعب يكون هون سعب يقول له أنت عفاك بدي عملك رئيس جمهورية وأنت عفاك بدي عملك رئيس جمهورية السكرتير سفير عربي هو لبناني لبناني تافي وصخيف صار هو بده يسمي أسماء الرؤساء اللبناني يعني بشوف كيف بيقبل والناس واللزق إنه القيادات عارفنينه شوية سخافة معها بسفرة كان مع القليلة الرئيس الحريري الله يرحم رفيق الحريري يطبقوها مع جاك شراء مع حافظ الأسد مع الرئيس مع رئيس مصر كان فيه لبنان سفرة وقال زعلوا من بعض وانت هذا الاسم حلو كتير لأ هيداك أحلى منك بس مالحق أعمين مش دايما لاش بتجي التشكيبة من بره بس مش دايما يعني ليش مستغرب ما دايما بتكون الألار خارجي ويفرض على بعض النواب وبيمشوا بلجيوبولاتيكس وردة بس على القليلة احترمونا يعني كان فيه احترام يعني أقبل حد الأدنى بس هاك خمسية لأ اليوم كانوا كتير مرتاحين لأ أبارح ما كانوا مرتاحين بعد فيه شرف عند لبناني وبيبع لهالشي وأول شي بلا شرف نحن نحن كعسكريين لأنه ما بنعمل شي بحق بلدنا ونقطة على ستمائة سطر شو هذا كيف أنا أبني بدي أقوله والله لك أنا وطني لبدان لازم لازم نضحي شو بدي أحكي بس خليني قابل لأنهم أقواتين بها في نقطة أنا نسيتم على قصة التضخم وقصة الضروب الكم والتسويات على المتقعدين وعلى الموظفين القطاع العام وعلى عسكرين وخدمة فعالية هل فيه تضخم عظيم يا حرامية يا نصوص انتوا اللي لكم عم تاكلوا أموال البلد ردوا المصريات أو مش بالأحرى ردوا انتوا وولادكم وأصهرتكم وعيالكم ادفعوا جزء اللي يتجزأ من هذا من التضخم اللي انتوا عم تحكو فيه لأن انتوا السبب هذا حتى ما يتهرروا من المسؤولية والفي تضخم انتوا الحرامية انتوا من لف لفكم والزعران اللي حطيتون وزارة بقلب الدولة طيب سؤال بموازية حراك الخماسية اللي مش عايش بك بالمرة في حراك داخلي صار أنا عم بسألك أنا عم بسألك عميد اي رئيس جمهورية لبنان بدو يجي عن مستوى محترم اذا كان عرفان في سكرتير عند وزير انت سفير عربي معتمد او عند شما موطع هو مسمى كيف بدو يعمل برنامج اصلاحي بالبلد السؤال هون قبل ما نروح للحراك الداخلي اللي جربت تعملوا كتلة الاعتدال ويبدو استضم شاح ما بدي تجاب ليه هاي ما بدي جاب كمان لا الحراك الخارجي عيش بك الحراك الداخلي عيش بك بس هاي حراك والله عيش لانه عم نضيش الناس بشو بشو اي وكي بشو هولي انحراك الاعتدال مع احترام الشخصي لكل واحد منهم انا في ناس اصدقائي وبعزهم بس هولي هني هني مقتنعين انه هني اصحاب قرار لش هني مش اصحاب قرار اكيد مش اصحاب قرار مين امل عليهم يعملوا هيدا الجولة ويعملوا هيدا الحركة انا ما احدا ما اعرفت نحكى عن يعني مش اعاص طلب صعودة تمني صعودة ترجم بحركة كتلة الاعتدال توافق على هيدا الكلام عنتك خليهم نطين لدريان وابو فهد ومين بعدين كتار كتار ايه خلاص بس الخلاصة بس نحن الخلاصة اذا نحن قبلينين باللبنان انا لبناني غير هيك الخلاصة هيدا الحراك ينتج رئيس ولا ساعة الرئيس ما لم تدق بعد اذا هني ما اتنعين مش كل هيدا الحركة بين الداخل وبين الخارج ما في رئيس ما في رئيس في انتظار للسفقة الكبرى على سعيد المنطة اذا صارت لانه الديمقراطيين هلا فتنا بالديمقراطيين وبيدن غايب عن الوعي بس اللي عم بيديرو عم بيخوفو كل الدول العربية وبعض الفلسطينيين مش اللي عم بيقاطلوا على الارض انه انتبهوا تعالوا نعمل نحن وياكن صفقة كبرى حل دولتين حول حل اللي بدنا نعملوه لانه جاي ترامب صح وما بق معهم وقت يعني الادارة الديمقراطية ما بق معهم وقت هلا قل لي صح ححله في لبنان يقعد على الطاولة وحس انه بقية الكل مقر جاعده لا بدنا نلومه يعني حزب الله رح يقعد على الطاولة لانه ما في رئيس جمهوري ولانه بتفاوض دول بتفاوض انا بحكي عن حزب الله بركي على حزب الله انا ما بقبل لا قعد بعد الطاولة ما بدي فاوض معنا عم بقول بالتحليل السياسي بالستراتيجي اللي هالي انه مبين في صفقة كبرى ومبين باللبنان ما في رئيس جمهورية اذا صارت هاي الطاولة مين بدي يقعد عليها بدي يقعد لأكوة اكيد اللي صاحب القرار اللي عم بيضحي ويحمي الصفقة الكبرى كيف رح تترجم علينا بلبنان انا ما بقدر جاوب عليك ولا حدا ما بقدر جاوب عليك الصفقة الكبرى ما بديك تشوفي تفاصيلها بقى لنا بيخضم بيخضم المعركة كان في كلام عن مغريات عن عروضات قدمت لحزب الله تتعلق بالنظام تتعلق برئاسة الجمهورية او بالاحرى قال بكير كتير على الكلام قال كتير بكير يعني دور السؤال الاساسي دور حزب الله بالمرحلة المقبلة عم بيقاتل عم بيقاتل وعم يدفع دم بشبابه وهون اللي برجع بذكر العالم فيه عم يدفع الدم على تخوم على تخوم فلسطين ولبنان نعم بال2006 كان عم يدفع الدم على نهر الليطاني هلأ صار الدم حرصا على لبنان ودفاعا او تأييدا لما يجري او سندة حتى يكون ده ايه مساندة لما يجري على ارض فلسطين عم تخوم يعني اي واحد بده يفاوض حزب الله بالتحديد او اللي حاول يفاوضه او المبادرة اللي اجتاج المبادرة السخيفة طبعا الفرنسوية عم ينسوا انه ما فيه 1700 وواحد فيه الدم وان دم شهده لحزب الله عالتخوم عالتخوم فلسطين حزب الله مش كاريتاس مع احترام لكاريتاس ودوره نعم ما بيقدم هدايا مجانية يعني ايه لما عم بيقاتل على الحدود وهلا انت مرأتي وحدة هلا بلكيها لما قاتل على الحدود عرفت ليك ما حدا يجي يفاوضه على الليطاني فاوضوه على الحدود في عنده هيد القدرة لا وبعد لا حد لحظ بس اليوم انه اسرائيل بأيار هن مرة عم بيسربوها هول الففاش اللي بيانوا انه ففاش اكتر من غيره هيا بيدمروا بفختوا حطان قد ما بدي يحرروا الاسرة يحرروا الاسرة بالأوهر يحرروا اسرائهم ما يترجلوا ما يترجلوا مصر وقطر الصبح والدهر وعشي داخلي هلأ منرجع هلأ منرجع لعملية العسكرية بأيار سربت مبارح عن الجانب الامريكي لا مش بس سربت وفرجوا صور ثلاث مللات الجاية على حدود انه بأيار ممكن يكون فيه بين الربيع والصيف ما قالوا ايار بين الربيع والصيف ممكن يكون فيه اشتياح بري خلصوا غزة وبركة هرب نتنياهو من ازمته بغزة ومن عدم القدرة هلأ على شن عملية عسكرية برفح متل ما كان يخطط الى شمال اسرائيل يعني جنوب لبنان هون ايه هون احسابات تانية اول شي انا برجع بالليك انا ما بيحكي باسم حزب الله طبعا طبعا نسألك قراءة تعمل بالليك اللي على الارض هو اللي بيستقل ولا قلت عندي اللي بيكون على الارض وعم بيدير المعركة هو القائد بس من خلال المتابعة يعني صحيح نحنا رح ندفع غالب مننا هيني اذا هرب اذا وهلا بحكي لك عن نتنياهو بس انه مع هولي المبسوطين انه في ناس بالليبنان مبسوطين انه نتنياهو بس عما عم بيشوفوا شو صاير بالداخل بس عما بيشوفوا بتقييد خطوات نتنياهو صحيح نحنا رح ندفع سمن غالي بس انا بأكد لك انه بس رح يزمق من المساحة الجغرافية عم بحكي عسكر بالمتابعة يمكن يمكن يكون غلطان نعم ثلاثين بالمية فقط ما يتدمر بقلب اسرائيل بس ثلاثين بالمية نحنا يمكن نتدمر نهائيا بس هن ثلاثين بالمية وبيزمط ما يتدمر واكتر منه وانا انا بلك بالمتابعة ما بحكي بسم حزب الله اوكي طيب من ناحية القطاع الارض يا رب يفوتوا يا رب يفوتوا الحكي جلان وهليفي ونيتنياهو هولي اشباح متحركة وعندك شلت لك بس هي معلاش شي يعني بغض النظر عن قوة الردع اللي عنده اياها حزب الله والقدرة التدميرية وال يعني المعدات العسكرية الجديدة وكل ما الى ذلك والصوريخ الدقيقة والمسيرات وهلا اخرنا بموضوع عن جو كمان واسقاط هيد بغض النظر عن كل هول اخر شي في واقع انه لبنان ما بيحمل يتدمر يعني مش مسحة انه اي يفوتوا ونحنا منعمل قوة الردع انه هني بيقدروا انا ما اقول مسحة اكيد ما سمعتيني اشي قلت لي انه هني بيقدروا يسربوا انه بدنا نفوت ونزقفهم يا هاي رح يفوتوا لا بس في ورقة خلاص قدمت للبنان برأي البعض طبعا انا عمسرب متل ما سربت السين انا متل ما سربت السين انا عمسرب شو رأيك طيب مشان هيك انا عم بحكي وقالها خلصوا غزة اذا فيكم عميد بس لحظة قبل قبل رح ارجع لغزة بس قبل اليوم في انتقادات كبيرة لحزب الله بالداخل اللبناني واكيد مش بحاجة اني اعرض لك ايها ادرا مني فيها انه اليوم حزب الله ما استشار حدا يعني ما ما سأل رأي حدا بيفتح جبهة ربطا بغزة بوقت نحنا اللي فينا مكفينا مضبوط طيب وفتحها اي بيتحمل كل لبنان النتائج طيب نسمعي وان عم يتحمل لبنان النتائج اذا صار في عملية عسكرية كبيرة اذا شعر تقول ايه لاش الجنوب مش من لبنان بلا مش يناك لازم يوقفوا معه طيب ما بيوصل لنتيجة بالرأي العام بس باللي كلام النقاط اللي المظلوطة لو حزب الله ما فتح دعما لغزة شايفي هالي بالجو الجو اللي عم يحكي ضده جيب صواريخ وحططن عشورة يستعملون بالداخل ليكوا 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 شو عم تعمل اسرائيل رح قللك اكتر بعمق وبدأت المؤامرة والتخريب شاطرين صواريخ الشيعي ضبوها والسنة عم يندبحوا بغزة كانوا دخلوا بهيدا العقلية وقالوا حكيوها ولا لا حكيو قد عائشو التاليب مره مين هني زيتهم مشان هيك ما حيردوا عليهم مشان هيك اللي عم يتفوض معه هيدا المستشار البريطاني اللي يجاي اللي وطول بيلك لحزب الله وحوكشتاين وفرنساوي وبورين عم يجوا على لبنان وهني عرفنين هولي البوطة لا بدي اقتراح عليهم لا مشكلهم يعني نص البوطة اقتراح عليهم ونص بقال لا في اقتراح مرتب هيدول هولي يسألوا حالهم ليه ما حدا عم يحكيهم ما حدا من ده طيب اكتر من هيك انا ليه عم يدفع الزمن الجنوب عم يدفع الزمن غالي بس شو السيد حسن صلى الله ليه هو قائد المعركة حامل معادلتان معادلة اقليمية هو جزء لا يتجزع منها اذا حابين يصدقوا ولا لا مع كل هذا التدخل الاجنبي اللي حتى يقولوا لحزب الله عمه باسم الامريكان طيبها عم يجوا باسم الامريكان انه يتمنى الامريكي عدم عدم التصعيد الكتير وبين معادلة معادلة داخلية عم بيحافظ عليها كتير بدأ نجح بالمحافظة كامل لي هالفكرة تبتروح لفاصل لان لا كامل لك فكرتي لذلك محافظة على المعادلة الداخلية ضربوا الغازية ضربوا الهرمل نعم نعم اكتر استشهد العروري بنص الضاحي بعد فيه يمكن ضرب مطار بيروت مش عم اقول انه انه انا عرفين من يضرب مطار بيروت بس معت فيه مطار بيروت بعد المعادلة الداخلية عند السيد حسن عم بتوزن عنده اهم من المعادلة الاقليمية وعم يدفع ثمنها من شبابه ومقاتلينه نعم كل يوم هيدالي عم يدفعوا الثمن كلمال كل لبنان وكلمال المعادلة الداخلية بده يفهم هالشي يفهم اللي ما بده يفهم ما يفهم ذا وكلمال المعادلة الداخلية